العنف الأسري ده بيأثر على الطفل على المدى الطويل مثلا لو الطفل شايف الأب أو شايف حد من أفراد الأسرة بيتعامل بعنف سواء مع مامته والدته وسواء يعني الطفل ده ممكن العنف الأسري يأثر بالسلب على الطفل في الكبر قلنا قديما لو تفتكري هذا الأمر في حلقة سابقة أن الطفل من سن الست سنوات يبدأ ينقل ما أمامه فإن كان الأب عنيفا مع أمه ومتعديا عليها بألفاظ أو بضرب أو بغير ذلك فإن الطفل ينقل ذلك ويجعل ذلك عنده سبب نفسي ويظل مريضا نفسيا وبعد ذلك يترجمه مع أبناء ويستمر الأمر ونؤدي إلى الهدام مجتمع بأكمله بسبب هذا بسبب فرض كان سيء الخلق وتعدى على أم أمام طفل فالطفل نقل منه الشيء دي وتزوج وقوّن أسرة وجعل سبب برضو في طفل آخر فهذا ما ينشر العنف في المجتمع أن أنت تؤثر على الطفل نفسيا حينما تمد يدك على أمه أمامه وهي أغلى الناس عنده يعني بيتأثر على الطفل إزاي بقى؟ بيتأثر عليه نفسيا أنه هو أنت بتكسر له حاجة بحبها أنت أسأت الشيء هو يحبه ويقدره زي ما الأم تكسر الأب أمام الطفل طفله هي أنت كسرت أنت كسرت هيبة زوجك أمام ابنه فليس له هيبة في الكبر لا يحترمه ويأثر ذلك عليه نفسيا بعد ذلك هل العنف الأنصري ده بيدفع الطفل مثلا لأنه يتعاطى المخدرات أو بيقلل من سكة الطفل بنفسه؟ أكيد حينما لا يتحدث الأب مع الطفل إلا بغلظة ولا يتحدث معه إلا بالشتائم وغيرها ولا يتحدث معه كأب أو يعطيه الحنان فإنه ينفرد وحيدا ويجد مؤساته في المخدرات وغير ذلك أو صاحب السوء لأنه لا يجد صدرا حنونا يضمه ولا يجد من يتحدث معه فأدى العنف الأسر هنا إلى انحراف هذا الطفل أو يكون شاب يتعاطى المخدرات أو غيرها أو محطما نفسيا فلا تجد له حاجة في المجتمع ولا حاجة في الأفراد حوله يريد العزلة ويريد الوحدة يريد أن يكون بمفرده وهذا ما يحدث الآن يعني أنت من وجهة نظرك أن العنف الأسري ده بيأثر بالسلب على الطفل لما مثلا في الكبر وكده يؤثر عليه في الكبر والصغر يؤثر عليه في الصغر بأن يكون طفلا موحدا وحده بعيدا عن القطيع بعيدا عن الناس لأنه لم يجد من يحن عليه فيشعر بضعفه فيخاف من الناس لأن أباه الذي يظن فيه الحماية قد خزله وعنفه وفعل أمامه ما فعل فأدى به إلى مرض نفسي تجده يجلس في حجرتي تجده يتسلل إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليبحث له عن طمأنينة فلا يجد ذلك يؤثر عليه كطفلا ثم يؤثر عليه في الكبر بعد ذلك حينما يقون أسره تجده عنيفا مع زوجتي عنيفا مع ابنه عنيفا مع أفراد أسرتي هذه الأسباب ترجع لقديم لو رجعنا قديما لو وجدنا أنه تأثر نفسيا بأشياء حدثت معه طب أنا شايفة أو عايزة يعني أخذ رأي حضرتك في حاجة أن العنف الأسري ده تجاه الطفل منذ الصغر بيخليه مثلا لما يكبر في السن أو كده بيقلل ثقة في نفسه بيخليه مثلا انطوائي بيخليه مش واصق في نفسه ومش عارف يتعامل مع اللي حوله أنت لو أتيتي بطفل وأتيتي بآخر تمام الأول قلت له أنك رجل وتستطيع أن تفعل كذا وكذا حفثتي عنده حب النفس والذات وغير ذلك والآخر هدمت ذلك أنت فاشل أنت لا تستطيع أنت أنت ما النتيجة في آخر الأمر النتيجة تجد هذا صاحب مسئولي وفارسا في ميدانه اللي هو ما بتعرضش لأي عنف خونس وكان ضعيفا وإمعة في المجتمع يعني الطفل ما بتعرضش لأي عنف خونس أنت الذي تكون شخصية طفلك في بيتك تمام بأسلوبك وبتعاملك تبين شخصية طفلك وتظهر المجتمع إما أن يكون ليسا يخافه ويهابه الناس وإما أن يكون جروا لا يخاف منه أحدا ولا يهاب منه أحدا وتجده مثله مثل النساء في البيوت هذا اللي بيتعرض للعنف الأوسر على تجدي بعض النساء الفتيات أرجل من الرجال في المواقف لماذا؟ لو بحستي ورائها لو وجدتي أبا رحيما مربيا فاضلا ربا فيها العزة والأنفة والإحترام وغير ذلك لأنه تعامل معها برفق وليس بعنف فلم تهتز من الداخل ولم تكن ضعيفة فظهرت للمجتمع قوية لأنها في البيت سند وفي الشارع تتعامل بما رأته في البيت فلا تخاف أحد ولا تهاب أحد يعني اللي بتعرض للعنف الأسري ده بيأثر على شخصيته سواء ده أمر جازم أكيد الإنسان يتأثر بما حوله النشأتي تأتي بطفلين هذا في بيئة بها مخدرات وغير ذلك وبيئة أخرى بها عنف وآخر في بيئة متعلمة ومثقفة ومؤدبة أي الشتان تجدي أفضل السالس الذي في بيت به علم وبه أدب وبه احترام وأخلاق ومبادئ أما هذا كده اكتسب من بيئته شرب مخدرات وغيرها وأن يقف في الطرقات وغيرها وذلك انتشر فيه البلطاقة وغير ذلك ومعنا